ترجمة نانسي قنقر وزارة الداخلية ATP Challenger للتنس بمشاركة دولية متميزة من خلال نخبة كبيرة من اللاعبين المصنفين دوليا وستشهد منافسات البطولة في انطلاقة التصفيات التمهيدية المؤهلة للأدوار النهائية التي ستقام فيها 16 مباراة يتنافس فيها 32 لاعبا يتأهل منهم 16 لاعبا إلى الأدوار النهائية للمنافسة على لقبي الفردي والزوجي بطولة هذا العام بيكون فيها سنجل وفيها دبل ومن أفضل اللاعبين في السنجل بيكون عندنا اللاعب كريستوفر اللي هو الاسترالي ورانكينغ 80 على العالم وهناك الكثير من اللاعبين اللي يولينا من بعد بطولة استراليا المفتوحة يكون مشاركة اللاعب البحريني يوسف قائد وهو اللي كان عنده قابل رانكينغ في الـ ITF ولكن هذا العام راح يلعب الـ ATP وإن شاء الله بيكون اللاعب عبدالله شلباليل اللي هو بطل العرب في آخر بطولة في الكويت وبيكون فيه لاعب اللي هو الصربي 16 عام الاتحاد الرياضي ليلة من العام ابتدى بتنظيم بطولات التنس من 2011 واللي هي ابتدت بطولة سيدي مع الولزير الداخلية نذاك والتي كانت هي دبل ولكن تطورت لما وصلت السنجل في 2015 ومن بعدها نظم كذلك وهي بطولة دولية واللي كانت ITF والتي فاز بها اللاعب الهولندي واللي الآن هو وصل رانكينغ 35 على العالم وإن شاء الله هالسنة بتكون هي البطولة الثانية للـ ATP بعدما كانت النسخة الأولى في 2021 البطولة في مستوى تشيلنجر 125 يعني أعلى ما من المرة الماضية ATP اتحاد اللاعبين المحترفين إن شاء الله سنشاهد مباريات عظيمة هذا وتم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة منافسات البطولة على ملاعب التنس بنادي ضباط الأمن العام بتجهيز ملاعب النادي بمواصفات عالمية مطابقة للتصنيف الجديد للبطولة للمرة الرابعة خلال السنوات الماضية تم وضع الخطة المناسبة لإنجاح البطولة من خلال تجهيز الملاعب وملحقاتها من غرف التبديل وغرف الاستشفاء الرياضي لللاعبين بالإضافة إلى وضع الخطة الملائمة لاستضافة المطاعم العدل الكبير من اللاعبين كذلك الجماهير اللي بتحضر استمتاع مبارية البطولة حيث تم التنسيق مع اللجانة المعنية العاملة في البطولة ومنها اللجنة الصحية من خلال تجهيز عيادة النادي استقبال اللاعبين الموجودين في البطولة كذلك تم التنسيق مع اللجنة الأمنية لإجراءات دخول وخروج برشادين النادي من الجماهير الراغبين متابعة مبارية البطولة لسه عندي كم من يوم ممكن فرصة أدرب وأتأقلم على السرعة الأرضية وعلى أجواء هون فكله تماما ارتحت في الملاعب ويناسبون طريقة لعبي فإن شاء الله أدرى أقدم مستوى جيد وقد نظمت وزارة الداخلية في وقت سابق العديد من البطولات مما يجعل الوزارة تتميز بكافة المقاومات اللازمة لاستضافة مثل هذه البطولات العالمية على أرض مملكة البحرين